السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام أهلا بكم في تقريرين جديد وموقع جيكار لمتابعة آخر أخبار السيارات لحظة بلحظة ومعرفة المواصفات الكاملة للسيارات الجديدة وآخر أسعارها وكذلك على عرض وشراء السيارات المستعملة والبحث عنها بكل الخيارات بما فيها الموقع الجغرافي لمعرفة أقرب السيارات إلي طبعا زي ما تعودنا ننشر تقارير تصوير السيارات قبل أي حد وفور نزولها في صالات العرض النهاردة هنتناول سيارة لادا جرانتا ليفت باك وتقرير من المعرض بعد الإلان عنها بساعات بس الأول لو المحتوى بيعجبكم ما تنسوش لايك للفيديو والشير والاشتراك في القناة لأن فعلا تقديم أي تقرير على الرغم من محاولتي أنه يتقدم فيه دقايق عشان وقت حضرتكم إلا أنه بياخد مجهود ووقت كبير في عدده تقريرنا النهاردة عن إطلاق لادا للنسخة الجيدة من سيارتها لادا جرانتا ليفت باك أولا يعني إيه ليفت باك هو نوع من السيارات اللي بتفتح فيه الزجاجة الخلفي مع شنطة السيارة طيب السيارة بتيجي بفئتين واحدة منهم بتكون بنقل حركة يدوي والتانية بتكون بنقل حركة أوتوماتيك والعربية بتيجي بخمس أبواب وخمس مقاعد وبتيجي بالمواصفات التالية المحرك والأداء العربية بتيجي بمحرك 1600 سي سي النسخة المانول بيكون مكون من 8 سباب وبيدي قوة حصانية قدرها 87 حصان وعزمة أقصى للدوران 140 نيوتن متر وبتستهلك السيارة وستة وتمانية من عشر لتر لكل ميت كيلو متر عدد سرعات ناكل الحركة في النسخة دي بيكون خمس سرعات أما في النسخة الأوتوماتيك فالمحرك بيجي 16 سباب وده بيدي قوة حصانية قدرها 98 حصان وعزمة أقصى للدوران 145 نيوتن متر وبتستهلك السيارة 7.2 لتر لكل مئة كيلو متر وهنا ناكل الحركة بيكون أوتوماتيك زي ما قلنا لكن مكون من أربع سرعات وطبعا الفئتين بيجوا بخزان وقود ساعته 50 لتر طيب الأبعاد الخارجية العربية بتيجي بطول كل يبلغ 4.250 ملي متر والعرض بيبلغ 1.700 ملي متر وارتفاع السيارة الكل بيبلغ 1.500 ملي متر وقاعدة إلعجالة بتبلغ 2.476 ملي متر السلامة والأمان العربية بتيجي بالعديد من تجهزات السلامة والأمان ومنها طبعا الفرام المناعة للغلاق EBS وتوزيع قوة الفراميل EBD وإمكانية بدء تشغيل السيارة بدون رباحها للخلف ونظام التحكم في الاستقرار الإلكتروني ESC ونظام إضاءة نهاري ونظام التحكم في الجر TCS ووسائد هوائية أمامية للصائق والراكب الأمامي وقفل الأبواب لحماية الأطفال وحزمة الأمان بالطبع ومساند الرأس الخلفية على شكل حرف L ومانع إدارة المحرك ونظام تزبيت مقعد الأطفال ودعمات فلزية للأبواب طيب الرفاهية والكاملات في السيارة لدى جرانت ليفت باك بتيجي بالعديد من وسائل الرفاهية منها باور ستيرنج وزجاج كهربائي وغلق مركز للأبواب ومكيف هواء وزجاج خلفي ملون ومقاعد جلد وإمكانية فتح صندوق الأمتعة كهربائيا وجنود مقاس 14 بوسة وإضاءة نهرية ومريات جانبية بإشارات بس الإشارات موجودة في الفئة الثانية فقط وراديو بلوتوس ومدخل يو اس بي و ايو اكس برضو للفئة الثانية طيب أسعار العربية العربية زي ما قلنا تتقدم بفئتين الفئة الأولى المانوال هيكون سعرها 195 ألف جنيه أما الفئة الثانية الأوتوماتيك في دي هيكون سعرها 205 ألف جنيه طيب رأيي الشخصي السيارة أفضل كتصميم من النسخة السيدان من جرانتا لأن النسخة السيدان للأسف حجمها صغير على عربية السيدان فمن خلال التصميم الليفت باك فعلا حسن شوية من المشكلة دي ثانيا الخيمات الدخلية جيدة يمكن مش هتحس معابل فخامة كعادة لادا بس فيها متانة والفنش والتقفيل في السيارة بشكل عام سواء من الدخل أو من الخارج كويس جدا وما تنساش جمعا أن لادا بتقدم سيارات اعتمادية من ناحية أن أجزاء السيارة بتكون معمرها وحجم أعطال أقل طيب لو حضرتك مضطر للشراء وحبيب لادا تقدر تشتري وإن كنت أفضل الانتظار عن نفسي أحد ما حالة عدم الوضوح دي تنتهي حتى مع ارتفاع الدولار صعب الأسعار ترتفع دلوقتي لأن ما فيش طلب أصلا في السوق والأهم أن الفئة السعرية دي مليانة عربيات واختيارات تانية كتير منها المانوال ومنها الأوتوماتيك واللي فعلا بتتفوق على اللادا في الحجم أو التصميم أو الانتشار هنا تقررنا بيكون انتهى في صندوق الوصفة هتلاقيوا الرابط الخبر ورابط جروب ايجيكار على الفيسبوك وانتظرونا في مزيد من التقارير ولا تنسوا الاشتراك في القناة